اكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف على استمرارية عمل الاسواق التموينية والغذائية وفتحها بالصورة المعتادة لما تشكله من اهمية لحياة الناس وتوفير مستلزماتهم الغذائية اليومية مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة وعدم التهاون بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا واكد الوزير خلف انه بناء على توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة بالاستمرار في توفير مستلزمات المواطنين وحاجاتهم اليومية في ظل الظروف الصحية الراهنة لانتشار فيروس كورونا واتخاذ كل ما يلزم من اجل القضاء على هذا الوباء العالمي فان مملكة البحرين اتخذت اجراءات هامة في هذا الصدد وعلى الجميع اخذوا الاحتياطات الصحية اللازمة واتباع التعليمات الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا وفي الوقت ذات توفير حاجات الناس التموينية الغذائية والمعيشية والاساسية ومنها استمرارية عمل اسواق واهب الوزير خلف بالمواطنين بضرورة التعامل مع هذا الموضوع على قدر عال من المسئولية وعدم التهاون بالاحتياطات الصحية من اجل المصلحة الوطنية العليا داعينا الله عز وجل ان يحفظ مملكتنا الغالية من كل سوى نمنا على الجميع بالصحة والعافية